لعبت في الزمالك قد إيه؟ سنة سنة لعبت فيها كم مباراة؟ لعبت فيها بالضبط تسعة مباراة تسعة مباراة؟ هل كان فيه إصابة؟ ولا مقشرة تتقلم مع الفرقة؟ ولا أنت من جواك كنت من القرار لأ أخدته خطأ قلت طبعا محترام النادي الزمالك إنما أنت قلت لا ده أنا عاوز أروح سيب النادي الأهلي بقى خلاص ده حبطل لا ده أنا روح ألعب في الزمالك وغيز النادي الأهلي أكتر لا بص يعني المباراة اللي أنا لعبتها في نهاية زمانك تقولي لها جدا أنا جبت ست أهداف إنما أنا أصلا معلش أنا عارف نهاية الولاء للفانيلا والكلام لا ده شيء طبيعي ده ده شيء طبيعي إنما أنا أصلا كنت أتمنى أن أنا ملعبش ضد النادي الأهلي والحمد لله رب العالمين ربنا حقق الأمنية دي زي علاء مايهوب لما راح الأولمبي وجابه بس أنا الحمد لله رب العالمين كان فيه ماتش أهلي وزمالك كان مثلا النهاردة مثلا النهاردة الخميس أو السابت الجمعة زي ما تقول ثاني يوم كان فيه أهلي وزمالك فقبلها ما كانوش بيعملوا تدريب قبل الماتش بيوم قرروا يعملوا تدريب قبل الماتش بيوم فعملوا تأسيمها بطول الملعب تعورت؟ جالي مزق ولا أنت كنت يبقى؟ لا والله أبدا والله أبدا عشان ده نفس الكلام اللي تقال هناك بس أنا والله اتمزق بس سورة الحمد لله رب العالمين أنا أحمدت ربنا أن أنا مش حلعبتش الأهلي مشيت من الزمالك إمت؟ مشيت من الزمالك نهاية موسم 96 كان عندي سنتين وبعدين حصل المشاكل وتغير مجلس الإدارة فجي مجلس غير المجلس ما فكرتش وانت في نادي الزمالك أنك ترجع تاني للنادي الأهلي أو لقيتها تبقى صعبة؟ لا ما فكرتش لأن أنا أو ما كلمتش مع مسؤولين في نادي الأهلي؟ ما أنا حاول عارك حاجة أنا بعد ما خدت القرار دوت في مسؤولين يتصروا بها من نادي الأهلي وزيع له أن أنا خدت القرار خدت القرار من نادي الأهلي اللي زيع ما خلاص إحنا خلصنا من الأجوزين الأولية؟ لا في مسؤولين بقول لحرك بعد ما روحت كلموني وكانوا الزعلانين إن أنا زي ما حرك بتقولك هل أنت عادت مع مسؤولين وبلغت مسؤولين أو كلمت مع مسؤولين؟ ما كانش يقضينا بجدية أو أمه؟ لا أنا ما عادتش ولكن في مسؤولين كلموني قالوا لي أنت عملت كده وأنت أصلاً طيب بعد ما سبت الزمالك حد يكلمك ترجع عن نادي الأهلي تاني؟ لا خالص خلاص 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 على قناة